السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ في هذا الفيديو سأشرح كيفية إتمام عملية تفعيل حساب تعليم من طرف تلميذات التلاميذ للإشارة هذه العملية يقوم بها التلميذات التلاميذ بأنفسهم أي لا يمكن لإدارة المؤسسة أن تقوم بهذه العملية بعد الحصول على القند السري للتلميذ إما باستعمال طريقة استرجاع القند السري التي كنت قد تطرقت لها في فيديو سابق سأترك رابطه بخانة الوصف أو يمكن طالب القند السري من إدارة المؤسسة في كلتا الحالتين يجب إتمام عملية تفعيل حساب التلميذ إذن ومن أجل ذلك أفتح أحد المتصفحات مثلا بوجل كروم ثم في شريط العنوين أدخل العنوان التالي ثم أضغط على الزر أنتخي في هذا المكان أكتب رقم مصار متبوع بأروباس تعليم.ma أنقر على سويفون هنا أدخل القند السري للتلميذ ثم أنقر على السوكونكتين سويفون يمكن إغلاق هذه النفذة أحصل على طريقتين لتفعيل حساب تعليم إما باستعمال البريد الإلكتروني أو بالإجابة على أسئلة سأختار الطريقة الأولى لأنها تمكن في حالة نسيان القند السري من استرجاعه باستعمال البريد الإلكتروني إذن أنقر في هذا المكان ثم أقوم بإدخال البريد الإلكتروني ثم أنقر على منظوية أنكوغي إلكترونيك طبعا يتم إرسال رسالة إلى العنوان الإلكتروني الذي قمت بإدخاله سأتفقد علبة الواردات أفتح هذا البريد الإلكتروني الذي توصلت به ثم أنصخ هذا الرمز أعود للنفذة الثانية أقوم بلسق هذا الرمز في هذا المكان ثم أنقر على verifi فقد تم تفعيل حسابي بنجاح وآخرا أنقر على تغميني بعد القيام بهذه المراحل أصبح حسابي مفعلا بشكل جيد وبالتالي يمكن الولوج إلى تعليم.ma أو متمدرس.men.gov.ma بكل سهولة وبدون أي مشاكل أتمنى أن يكون هذا الفيديو قدرق إعجابكم شكرا على حسن تتبعيكم وإلى تسجيل لاحق بإذن الله شكرا على المشاهدة